كما هنأ وزير الداخلية محمود توفيق الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وأعرب وزير الداخلية في برقياته عن تمنياته بأن يبارك الله العلي القدير جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية لما فيه رفعة للوطن الغالي واستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطني مقاصدها في التنمية والازدهار كما بعث وزير الداخلية عددا من البرقيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف للتهنئة بالمولد النبوي الشريف كما هنأ رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان القوات المسلحة ولجال وقيادات وزارة الداخلية بذكرى المولد النبوي الشريف